يخود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهل مواجهة مرتقبة حيث يحل ضيفا على نظيره وفاق ستيف الجزائري في التاسع مساء على ملعب الخامس من يوليو بالجزائر وذلك لحساب يبقى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا وكان الأهل قد فاز على وفاق ستيف ذهابا بربعية نظيفة ليضع المارد الأحمر قدما في المباراة النهائية لدوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي مستفيدا من فوزه الكبير ذهابا بربعية نظيفة يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة هامة أمام وفاق ستيف الجزائري على ملعب خمس يوليو لحساب إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي ورغم الغيابات العديدة في صفوفه يبدو جاهزا للمباراة حيث اختتم استعداداته للقاء المنتظر بأدائه الميران الرئيسي بقيادة الينوب أفريقي موسيماني الذي طلب اللاعبين بالتركيز الشديد خلال المباراة ومحاولة تسجيل هدف مبكر لقتل معنويات بطل الجزائر وحسم التأهل للمباراة النهائية في المقابل أكد المدير الفني لوفاق ستيف الجزائري داركونوفيتش أن مباراة الأهلي ستكون صعبة للغاية وأشر إلى أن فريقه سيحاول تحقيق أفضل أداء ممكن للوصول لنتيجة جيدة لافتا إلى أهمية الخبرات التي اكتسبها لعب وفاق ستيف في مباراة الذهاب بالقاهرة رغبة كبيرة من النادي الأهلي حامل لقب النسختين الأخيرتين من البطولة في حسم بطاقة العبور للمباراة النهائية للعام الثالث على التوالي لملاقات الوداد المغربي بطموح إبقاء الأميرة الأفريقية داخل خزائن بطولاتي النادي القرن الأفريقي